موسيقى ودفن جزء كبير منه تحت المباني الحديثة تسمى مدينة الجهوة على حسب ما جاء المصادر التاريخية ويمعروفها قبل الإسلام أول من سكنها على حسب المصادر التاريخية الموجودة اللي هم الغساسنة قبل الإسلام القرية من يوم إلى آخر يزيد الدمار فيها الانهيارات انطمس كثير من المعالم خلوصا مع الزحف العمراني زحف خروج الأهاليها منها ويذكر الأهالي أن الأسر التي كانت تسكن المدينة اتصفت بالعلم والوجاهة في أزمان كان يسودها الجهل القرية دي يتجاوز عمرها ستة أو سبعة آلاف سنة القرية دي تتضمن عوائل مشهورة على مستوى المنطقة كلها منهم الأطباء منهم العلماء منهم المؤرخين منهم الدعاء منهم علماء الدين في السابق ولم تنل المدينة حقها التاريخية في التنقيب والسياحة رغم أنها من أقدم مدن المملكة ولزال السكان ينتظرون أن تلتفت لها هيئة السياحة والتراث الوطني لتحفظ ما بقي من تاريخ أجدادهم هذه المدينة الأثرية بقيت صامدة لألاف السنين لتعبر عن الحضارة التاريخية لهذا المكان حتى ولم تلقى اهتماما يليق بمكانتها وعراقتها فقد كانت يوما ما حديث المؤرخين والباحثين ومصدرا لاختلافهم من مدينة الجهوى نايف الأحمر العربية